قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى تحرير سيناء وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية بالدعاء أن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خطته للاكتياح المزمع لرفح الفلسطينية وأكد رشوان على الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاكتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق كما أوضح رشوان أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت للجانب الإسرائيلي منذ ترحي فكرة تنفيذ عملي عسكرية في رفح بسبب الخسائر المتوقعة فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف حي السلام شرق مدينة رفح ما أصفر عن شهداء ومصابين واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لهيا ومحيط الشيخ زايد شمال القطاع كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الزيتون بمدينة غزة دع المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروى فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي للتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة في غزة بعد استشهاد مئات من موظفيها وتدمير مبانيها وقال لازاريني إن الاتهامات للوكالة مدفوعة في المقام الأول بهدف تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ وتأتي تصريحات لازاريني غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة بإجراء تقييم لأداء الوكالة وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلا يدعم اتهاماتها لموظفين في الأنروى لأنهم على صلة من منظمات إرهابية تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود وأعلن حزب الله أنه أطلق العشرات من صواريخ الكاتيوشا على شمال إسرائيل ردا على مقتل مدنيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حنين جنوب لبنان كما أعلن حزب الله أنه شن هجوما بطائرات مسيرة على مقرين عسكريين في شمال إسرائيل أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان حجمها 95 مليار دولار من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع على مشروع القانون اليوم ليصبح نافذا وأضاف بايدن في بيان أن القانون سيعزز أمن الولايات المتحدة وإرسال رسالة للعالم مفادها أن واشنطن تقف بحزم ضد كل من يهدد أمنها مشيرا إلى أن واشنطن ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع سند لوزا المبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان جون أنتون جونسون استعرض نائب الوزير محددات الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية مؤكدا ضرورة الحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه وتماسك مؤسساته الوطنية من جانبه أشهد المبعوث بالتنصيق المستمري بين مصر والنرويج وثمن دور مصر في استضافة الأشقاء السودانيين وإصال المساعدات الإنسانية اشتركوا في القناة